هذا الابن هذا الشاب أنور مشهور عبر التك توك لاحظت على أنه مدبوح مقتول مدبوح وفيه بعض ضربات في بعض الأنحاء للجسم دياله الانتقلت الشرقة العلمية والتقنية ودارت مسح شامل وكامل للشقة اللي كان كيكتريها وكان كيسكن فيها غير ببعده من بعد ما أنا كنختصر لكم الناس اللي ما يفهمين شهاد القيصة دي الأنور العتماني أنا كنختصر لكم نعطيكم المفيد نحن قد نوصله إلى المفاجأة أو الصدمة وشكول اللي قتل العتمان أو شكول اللي قتل أنور عفوا شكول اللي قتل أنور العتماني يعني الحمد لله اللغز يلها الجريمة تفك تفك اللغز يلها الجريمة وهذا خبر حصري غدا نعطيه لكم شكول اللي قتل هاتسيد وشكول اللي قتله أو القاتل كان صدمة كبيرة وكبيرة جدا المهم الإبن أو هاتشاب هذا تم نقله إلى مستودع دي الأموات بشدال اللي واحد تشريح طيب به ويععثوا شنه الأسباب والملابسات دي الوفاة دي الهاتشاب دي الهاتشاب هنا غادي بدأ التحقيق والتحقيق مع من غير ينطالق؟ غادي ينطالق مع الأصدقاء دياله حسب الإفادات ديالناس وديالجيران كان كيقولوا بعض الناس كيقولوا على أنه في هاتك الليلة ديالجريمة سمعوا شي صداع وكانت الموسيقى كانت مشعولة وكانت مجهدة وسمعوا شي غوات وهكذا كيقولوا على أنه أو يحتمل على أنه كانوا مع أصحابه هنا تضاربت الروايات وتضاربت الأخبار كيقولوا على أنه شي وحدين شي خمسة دي الأصحاب دي أصحابه بغان يدخلوا وشدوا هذا كيحبسهم العساس ضاربوا مع العساس بعد ذلك دخلوا صحا وداروا ما داروا في صديق ديالهم أو في صاحبهم وكيقولوا على أنه كانوا ستا هم اللي صفوها لي تم اعتقال هاد العناصر بأكملهم قاعد أصحابه اعتقلهم حقوا معهم عمقوا معهم البحث مزيان ولكن تبين على أن الشرطة نعتقلهمش ولم يتم الاحتفاظ بهم عمقوا معهم البحث وحد المدة وطلقوا بحالاتهم يعني سيبقوا مرة مرة سيبقوا يستوجبوهم بقد تحقيق والغاية في الأمر اللي سيوقع على أن الهاتف ديال ضحية تعرض للمسح الكامل يعني تفورماطا تكوني فورماطا هذا هو السؤال الحسابات دياله حتى هي كل لمشات ادخلات البريفي أو تم هكرها تكون هو هات الشخص هذا عيد التساؤلات محيرة وحيرات الرأي العام بأكمله حيرة الرأي العام بأكمله بعد التحقيق اللي كان معمق والتحريات كانت دقيقة من طرف الشرطة القضائية ديال مدينة طنجا هنا غديفق كل لغز ديال هاد الجريمة جريمة لمحيرة واحتعلا أن بعض الناس ابوه هاد الجريمة هدي بالجريمة ديال البناني البناني اللي ما زال باقي القضية دياله مفتوحة ما زال ما تعرف ما تعرف عليه حتى شي حاجة باقي القضية دياله مجهولة المهم كين هناك واحد الخبر غدي نسرده عليكم اللي هو خبر كيعطي التفاصيل كاملة كيفاش تنفق اللغز ديال الجريمة وشكونه هو القاتل تبعوا معي هذا الخبر هذا وغدي نتضموه جميعا تمكنت عناصر المصلح الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بتنسيق مع نظيرتها بمدينة التطوان على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال يومه الاثنين سبعا ونبير الجري من توقيف فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة وذلك للاشتباه في تورطها في ارتكاب جريمة الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت والتي دهب ضحيتها طالب يبلغ من العمر 20 سنة له أنور العتماني وكانت مصالح الشرطة القضائية بطنجة مدعوم بتقنية مصرح الجريمة قد باشرت يوم السبت خمسة نوانبير الجاري إجراءات معاينة جدة الهالك التي عتر عليها بمنزل يقطنه بمفرده بمدينة طنجة ويتحمل عدة طعانات بأطرافه العلوية يشتبه في كونها ناجمة عن اعتداء بآدات حادة وقد مكنت الأبحاث والتحريات الميدانية الدقيقة التي باشرتها الفرقة الأمنية من توقيف المشتبه بها الرئيسية هي بنت فتاة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية والتي تعكف حاليا إجراءات البحث القضائي على تحديد أسبابها ودوافعها كما مكنت أيضا من توقيف أحد أفراد عائلتها الذي يشتبه في تورطه في عدم التبليغ عن جناية وإطلاف أداة الجريمة وبعض العائدات الإجرامية وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها رهن المراقبة الشرطية لكونها لا زالت قاصر بينما تم الاحتفاظ بقريبها تحت تدابير أو تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النياب العامة المختصة ترجمة نانسي قنقر